السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس التجاري والفندقي دي المحاضرة الثانية من محاضرات المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية احنا بنبدأ شغالين كنا خلصنا المرة لفاتة لغاية الجملة 20 والنهاردة ان شاء الله هنبدأ من الجملة 21 بنترج من كلمة كلمة عشان لو عندك مشكلة في اللغة الإنجليزية وي نحن بنفضل traditional تقليدي traditional food يعني الطعام التقليدي لما تحب تقول ان انت بتفضل حاجة عن حاجة وتستعمل الفعل بريفير بتستعمل مع حرف الجر 2 يبقى وي بريفير traditional food to Italian food احنا بنفضل الطعام التقليدي عن الطعام الإيطالي دي اول جملة الجملة الثانية بتقول if there لو كان في if there نقط a fire escape a fire escape يعني مهرب حبيق يعني لما يبقى في حبيق في مكان كده تهرب منه we could have walked down خد بالك بقى لما تلاقي عندك في الجملة if لما تلاقي عندك في جملة ايه? if علمها كده زي ما هقولك لما تلاقي في اول الجملة if وتلاقي بعد الكومة فاعل would have او could have والتصريف الثالث would have او could have والتصريف الثالث انت على طول هتدور على had والتصريف الثالث هيا فين هي؟ تمام كده يبقى لو كان في مخرج طوارق او مخرج حبيق كنا قدرنا ننسل طيب الجملة الثالث she not a check on the company she ran هتعمل فحص check يعني فحص على الشركة she ran a check on the company الجملة اللي بعد كده sorry انا اسف I didn't quite not that لما حد يقول حاجة وما تسمعهاش بتقوله I didn't catch that I didn't quite catch that could you repeat ممكن تعيده يعني ما سمعتش اللي انت بتقوله ممكن تعيده تاني يبقى I didn't quite catch that انا ما سمعتش الكلام ده ممكن تعيده تاني الجملة بقم 25 بيقول payment السلاد او الدفع mustn't لا ينبغي انه يتخطى 40% من دخلك لا ينبغي ان يتخطى 40% من دخلك يبقى هنا نختار exceed exceed بمعنى يتجاوز او يتخطى يبقى لازم يتجاوز 40% من دخلك تمام الجملة اللي بعد كده teenagers اللي هم المراهقين teenagers اللي هم المراهقين expressed a strong preference بيبقى عندهم تفضيل قوي جدا لمشروب الايه الكولة الكولة دي بينكس طبعا كل شرب بتحب ايه الكوها كولة وبيبس والعجل دي sorry to but may i ask you a question لما بتيجي تقطع حد بتقول له sorry to interrupt you انا اسف انها اقطع حضرتك sorry to interrupt you اسف اني بقطعك لكن ممكن اسأل سؤال يبقى interrupt معناها يقاطع في الكلام يقاطع ايه في الكلام ركز معاه في الجملة اللي جاهدة عشان جملة grammar he said هو قال he نقط the day before خد برك بقى لما تلاقي said وتلاقي the day before برضو هتروح لهذا والتصريف التالي يبقى he said he had arrived قد برك اضحى يبقى said the day before طيب الجملة اللي بعد كده حضرتك عايف انك لما بتروح تقدم لأي وظيفة طيب تملى حاجة اسمها ايه برافو عليكم application form يبقى you usually have to fill in fill in دي معناها تملى استمارة يعني بfill in معناها تملى استمارة fill in انها application form طلب وظيفة application form طلب وظيفة طيب جميل اللي بعد كده سالس staff اللي هما هي قيط المبيعات need good no odd skills لازم يكون عندهم مهارات جادة في ان ايه communication طبعا التواصل يا جماعة اه تواصلوا مع الناس كويس لان دول اللي هيعملوا المبيعات يبقى هيئة المبيعات او قسم المبيعات لازم يكون عنده communication skills يكون كويس اه انت لما بيكون شغال في وظيفة بتبقى عايز حالة من الاشباع most people look for job satisfaction احفظها معايا job satisfaction at work عايز يحس بالانجاز والاشباع وان هو يعني دي ما كانتو في شغله يبقى على طول هنقول most people look for job satisfaction at work الاشباع المهني تمام كده؟ طيب اه اتنين وثلاثين البنك هيساعد الشركة في ان هي تمول ان هو اللي هيمول يعني زي set up costs اه تكليف او تكلفة الانشاء set up انشاء يبقى هنا يمول لها ايه finance طبعا كده طبعا كده هيدفع لها او هيساعد في ايه في التكلفة بتاعة الانشاء finance مالي او يمول we look forward to خد بالك بقى اول ما تلاقي look forward to دي على طول تدور على verb عليه ing يبقى هنا receiving على طول كده من غير ما تفكر ing يبقى look forward to فعل عليه ايه ing طبعا معناها ايه معناها نتطلع الى او مستنين او مشتقين لي الجمدة اللي بعد كده لما بقى عندنا research متعلق باحوال السوق احنا بنقول عليه ايه بقى market research market ايه research وضح ان الناس بتحب تشتري المنتج الفلاني يبقى market research الجملة اللي بعد كده لما بتيجي تشتري حاجة online when you buy online you put things in your shopping musket تمام كده اه سلة المشتريات بتاعتك اه in e-commerce customers can choose their no out of payment في الدفع الالكتروني لما بتيجي تك انت بتنقي طريقة الدفع بتاعتك بتنقي طريقة الايه الدفع يبقى هنا طريقة يعني method طبعا يعني ايه method يبقى method of payment طريقة الايه الدفع طيب ايه command in e-commerce you ha place orders online ساعتها انت بتضع الا هوامر بتاعتك او الطلبات بتاعتك online طيب نخش على اللي بعد كده a is a software problem مين من دول يا جماعة بيمثل مشكلة في software ها network ولا browser ولا ده بيس طبعا ولا واحدة من الثلاثة دول يبقى هتبقى كلمة ايه bug هي bug اصلا كمان تيجيب معنا حشرة اكي في نوع من الحشرة كده زي البق او الكلام ده اسمه bug لكن هو طبعا مع الكمبيوتر او مع المشاكل فبنسميها bug بمعنى مشكلة فين في الكمبيوتر طيب يلا قربنا نخلص الفيديو هو ع السابعة انا بحاول اخلي الفيديوهات قصيبة عشان تبقى سهلة المذكرة anot is a group of computers that communicate with each other يعني شبكة كده من اجهزة الكمبيوتر اللي تتواصل مع بعضها البعض ها انهي واحدة في دول تمام برافو عليك network يبقى شبكة من اجهزة الكمبيوتر بتبقى متوصلة مع بعض بنسميها احنا لايه network اخر جملة احنا متفقين احنا هنعمل في كل فيديو عشرين جملة بس مش هنزود عن كده اه بتقول زي شب المحل sales بيبيع expensive note including necklace طبعا كلمة اللي هي عقد جمع كلمة عقد عقود يعني طب يبقى الكلام ده كله اعتبر ايه ايه اعتبر مجوهرات اه يبقى هنروح على كلمة ايه jewelry كلمة ايه jewelry يبقى المحل ده بيبيع مجوهرات غالية زي العقود جمع عقد والاساور بكده انا وصلت للفيديو التاني ولسه معنا مجموعة تانية من الفيديوهات اه بنحاول نعملها بسيطة جدا اتمنى انها تكون عجبتكم وفادتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم قريب في فيديو تاني والسلام عليكم